بس أنا مبسوط للقندوسي إن هو الحسن من المرحل ليه بقى؟ لأن الأهلي في مرحلة ما اشترى لعيبة كتير كويسة بس لأن الموسم كالعادة تقيل والموسم فيه جزء كبير من الحسابات بتاعته مرتبطة بأن اللعيبة دي جاهزة لتمثيل الأهلي ولا لأ فبالتالي كان ممكن ده يقتل القندوسي ويقتل اللعيب زي ضو كريستو على سبيل المسال الاتنين دول من اللعيبة اللي ما خدتش دقائق كتير رغم أنهم أجانب فيه الأهلي السبب الرئيسي في ده إن الموسم سريع وترته سريعة والجزء بتاع اللياقة والانضباط والانسجام والخبرات بتاعت القندوسي والضو كريستو في القائمة بتاعت الأهلي قليلة يعني الانسجام والتواصل بين القندوسي ولعبة الأهلي قليل أو الضو كريستو قليل اللي أقل بدنية بتاعت المباريات عند كريستو والقندوسي مش كاملة تهمهم لطبيعة لعب الأهلي والوتيرة الحامية لمباريات الأهلي اللي بتخليك لازم تضغط وتقطع الكورة وترجع تدافع وتغطي المساحات وتاخد الكورة وتتحرك بيها ما كانش كافي فبالتالي هما لما لعب القندوسي في ماتشة سانداونز كان يبدو إنه هو كأنه لأول مرة بيكتشف حقيقة إنه أنا في نادي صعب علي فكل ذا كان محتاج وقت لكن المهارة موجودة عند قندوسي واللي التزام والانضباط ينفع يتنموا كويس عند قندوسي واليقى البدنية لما تعلي عند قندوسي هتلاقيه هيجيه فورمة كويس العيد مهم والضو كريستو شرحه، الضو كريستو في الماتشة تاع الداخلية رقبه من غير كورة مش فاكر أنا أعتقد كان ماتشة داخلية اللي أنا أقضي عليه أنا آسف من كتر الكلام أنا أطلق بطة بس يعني الضو كريستو واحد من اللعبة اللي أنا شفت عنده التزام والانضباط تكتيكي كتير في الدقايق القليلة اللعبة في المباريات الأخيرة للأهلي في الدولة وفي كاس مصر فبالتالي الحاجات دي أعتقد أن هي أصبحت ضرورة أن إحنا نركز فيها أن الاتنين دول ياخدوا حقهم وياخدوا الدقايق الكافية بتاعتهم لأن دول قوام مهم للأهلي على مستوى عمق القيمة لفريق دائما ما ينافس على الألقاب